الاتحاد العربي يوافق على نقل مباراة الأهلي والوصل الإماراتي إلى ملعب برج العرب أنتوا عارفين أن أرعت دوره 16 للبطولة العربية بطولة الشيخ زايد كانت أوقاعة الأهلي مع الوصل الإماراتي المباراة الأولى هتكون في القاهرة كان من المقرر أن تقام في ملعب السلام لكن الاتحاد العربي يوافق على نقلها إلى أستاذ برج العرب في الإسكندرية والاتحاد العربي نشر على حسابه على تويتر تأكيد أن الاتحاد وافق على الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري بنقل مكان مباراة فريق الأهلي المصري ونظيره الوصل الإماراتي في دور 16 لبطولة كأس زايد للأندال أبطال من أستاذ السلام بالقاهرة إلى أستاذ برج العرب في الإسكندرية وقال أن الاتحاد العربي كان تلقى طلب من الاتحاد المصري بهذا الشأن ده فيما يخص ارتباط الأهلي العربي ارتباط الأهلي في كأس مصر تأجلت في دور 16 مباراة الأهلي وبيراميدز في دور 16 لكأس مصر كما تأجلت أيضا مباراة سموحة والاتحاد ومباراة الفائز من المصري وجزيرة مطروح مع بيترو جيت بينما يلتقي غدا السلساء في دور 16 لكأس مصر الزمالك مع الانتاج الحربي في برج العرب الإسماعيلي والمقاولين في أستاذ السلام يوم الأربع حيلعب المقاس سوادي دجلة في أستاذ الإسكندرية والجيش حيلعب الحدود في بيترو سبورت ويوم السبت إنبيو المنصورة في ملعب الجبل الأخضر وتأجلت مباراة المصري مع جزيرة مطروح من دور 32